إذن مشاهدين حالة من الترقب حول الوضع في المنطقة خصوصاً مع وجود تقارير استخباراتية نقلتها فوكس نيوز بالأمس عن ربما تخطيط دقيقة للرد من قبل إيران على مقتل قاسم سليماني أيام الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تتزامن مع الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسط مخاوف من احتمال توجيه ضربة ضد إيران والتي وضعت ميليشياتها في المنطقة وخاصة بالعراق على أهبة الاستعداد ما يجعل العراق في مرمى النيران المحتملة بين واشنطن وتهران ومع تعالي تهديدات كلاء إيران بالانتقام لسليماني والمهندس هدفه الأول بطبيعة الحال هو القوات والمصالح الأمريكية في الساحة العراقية فكيف هي استعدادات الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة إيران وميليشياتها وأيضا الحكومة العراقية تحركات أمريكية مكثفة في الخليج العربية حيث دفعت بغواصة نووية مزودة بنحو 145 صاروخ توماهوك إضافة إلى بوارج حربية كما أيضا نشرت قاذفات القنابل العملاقة بي 52 بينما أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر أن واشنطن قررت سحب حاملة الطائرات يو اس اس نيمتس التبع للبحرية الوحيدة العاملة في الشرق الأوسط إلى البلاد أما إيران فإلى جانب نشر الحرس الثوري لمضادات الصواريخ حول المنشآت النووية في الداخل فإنه يواصل أيضا نشر تعليماته للميليشيات في الخارج فزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى بغداد واجتماعه مع قادة أربع ميليشيات حملت تعليمات واضحة وهي أنه طلب منهم الاستعداد لشن هجمات على مصالح أمريكية في العراق في حال تم استهدافه إيران الاستجابة لتعليمات الحرس الثوري بدأت بإخلاء مقرات الميليشيات في بغداد وباقي المدن العراقية تحسبا لأي ضربات ثم استعراض القوة والذي يظهر في انتشار أرتال من عناصر ميليشيا حزب الله والنجباء في العاصمة بغداد مستدعى انتشارا ثوريا لقوى الأمن العراقية حيث كثفت أجهزة الأمن العراقية ومكافحة الإرهاب من تواجدها في المنطقة الخضراء تحسبا لأي اعتداء على السفرات والبعثات الدبلوماسية وذلك كترجمة لتحذيرات رئيس الوزراء مصطفى القاظمي بأنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات على الدولة تحت أي عنوان ترجمة نانسي قنقر